عبر الأقمار الاصطناعية مع الدكتور عمر طارق الشنداح قائم مقام قضاء تيكريت حياك الله أستاذ عمر أهلا وسهلا بك أستاذ وليل في هذا المساء أهلا وسهلا بك دكتور الحقيقة إحنا اليوم فرحانين الحقيقة بهذا التقرير وهذه الجولة وأيضا بوجودك معنا يعني أنت كرئيس وحدة إدارية الآن قائم مقام قضاء تيكريت كيف تتحدثنا الآن عن التحويلة الكبيرة لمدينة تيكريت المحررة وما هي الجديد بهذه المدينة إن شاء الله أكرر شكروا تقديري لقناتكم على هذه الاستضافة في هذا اليوم كما أشارت تقرير الحياة الطبيعية لمدينة تيكريت قد عادت منذ فترة ليست بالقصيرة بداية عودة العوائل كانت في يوم 15-6 من هذا العام أي قبل أكثر من خمسة أشهر الآن الشكل العوائل داخل مدينة تيكريت نستطيع أن نقول أكثر من 90% من العوائل التي كانت تسكن داخل قضاء تيكريت الآن هي قد عادت إلى قضاء تيكريت عدد العوائل العائدة الآن قاربت لـ 30 ألف عائلة أيضا عادت إلى قضاء تيكريت بالتأكيد هناك زيادة في أعداد العوائل العائدة إلى تيكريت خصوصا العوائل التي هي عوائل المنتسبين وعوائل القوات الحجد الشعبي وبعض عوائل العاملين في مصافي بيجي تيكريت الآن تستضيف هذه العوائل التي هم من قضاء بيجي وقضاء الشرقات وبالتالي نحن نعتقد أن عدد العوائل داخل تيكريت هو يقارب للعدد الذي كان فيه قبل دخول داعش إلى تيكريت وبالتالي كما بيّن تقريركم أن الحياة الطبيعية قد عادت بكل أشكالها إذا أردنا أن نتحدث عن المؤسسات الحكومية داخل تيكريت كافة المؤسسات الحكومية الآن هي عاملة وبمستوى خدمي جيد قبل أسبوعين تقريبا كان هناك إنجاز مهم هو افتتاح مصرف الرشيد الذي طال انتظاره مصرف الرشيد فرع شيشين في تيكريت نحن ننتظر أيضا خلال الأيام المقبلة أن يتم افتتاح الدائرة الأخيرة هي حقيقة دائرتين الأخيرتين هي التسجيل العقاري ومصرف الرافدين في تيكريت وبالتالي نستطيع أن نقول أن جميع الدوائر الخدمية قد عادت للعمل داخل مركز محافظة صلاح الدين قضاء تيكريت فيما يخص النشاط الخدمي المقدم لهذه العوائل العائدة الدوائر الخدمية منذ الأيام الأولى لتحرير تيكريت بعد واحد أربعة هذا اليوم التاريخي لمدينة تيكريت الذي شهد تحرير المدينة من براث داعش الأرهابي بجهود وبسواعد وبتضحيات كل الخيرين من أبناء القوات المسلحة العراقية من قوات الجيش وقوات وزارة الداخلية وقوات الحشد الشعبي هذا اليوم التاريخي في تيكريت اليوم الأول من نيسان كان يوم كبير في حياة تيكريت الدوائر الخدمية باشرت العمل منذ ذلك اليوم ولحد الآن وهي تقوم بواجبها لعجل في وقتها كان إعادة الخدمات الضرورية إلى المدينة كوادر دوائر الكهرباء ودوائر الماء ودوائر المشتقات النفطية ودوائر البلديات ودوائر الاتصالات وكل الدوائر الأخرى كانت تعمل جنبا إلى جنب رغم معضلة كبيرة هي شحة الموارد التي كانت ولا تزال هي العائق الكبير أمام تقديم خدمة مثالية للمواطن خلال هذه الفترة هذه الدوائر عملت بجد بالتزامن مع دوائر أو مع وزارات الحكومة المركزية من خلال غرفة المسيطرة التي شكلت بأمر من السيد رئيس الوزراء بعد زيارته إلى تيكريت برئاسة السيد المحافظ هذه الدوائر عملت مع دوائر الوزارة بشكل مباشر لأجل إنجاز الخدمات الضرورية الأولية لتيكريت والأهالي تيكريت أيضا لا ننسى أن نذكر الجهد الكبير لوزارة الإسكان في إعادة إصلاح الجسر المهم جسر تيكريت باتجاه منطقة العلم وشرق تيكريت كان هذا إنجاز كبير في فترة شهر آب من هذا العام أيضا وبالتالي أخذت المدينة تكامل يوما بعد يوم إلى أن حصل التاريخ المهم الخامس عشر من حزيران وبدأت العوائل تحقق حلمها الذي غاب عنها كثيرا وفي بعض الأحيان أقول أنه حلم كان حلم بالتأكيد كانت العوائل تحلم أن تعود إلى تيكريت اليوم البعض يحس أن هذا الحلم أصبح حقيقة وهو الآن داخل تيكريت وبالتالي هذه العودة تدريجيا يوما بعد يوم أخذت الحياة تعود تدريجيا نحن شهدنا افتتاح أولى المصالح التجارية والمحلات التجارية داخل تيكريت مع بداية عودة العوائل وهي لا تزال عالقة في ذكر في أذهان من كان موجود من القوات الأمنية ومن قوات الحشد الشعبي التي كان لهم دور مهم في إعادة الحياة إلى تيكريت وهنا خص بالذكر قيادة عمليات صلاح الدين وقيادة شرطة صلاح الدين والأخوان في الحشد الشعبي الأخ عمر الثامر والأخ معين الدليمي وكل قادة الفصائل التي كانت موجودة داخل تيكريت في الأيام الأولى والآن هم منتشرون على خطوط الصد الغربية لمدينة تيكريت لحماية المدينة من عناصر داعش الإرهابية التي تتعرض في فترات متباعدة إلى المدينة اليوم كما شاهدتم بأم عينيكم بعد خمسة أشهر أن المدينة تستعيد عافيتها والمصالح التجارية تقريبا أخذت بالاكتمال لا نقول أنه ليس هناك مشاكل وليس هناك سلبيات لا بالتأكيد لكن كما أشرنا أن المدينة قد خرجت من معركة من احتلال ظالم استمر طيلة قرابة العام استباح كل شيء غير فيها كل شيء يوما بعد يوم هذه المدينة تستعيد عافيتها وتستعيد شكلها الحقيقي مع عودة هذه العوائل وممارسة حياتهم الطبيعية فيما يتعلق حتى في الجانب التربوي والتعليمي مدارسنا الآن مفتوحة تقريبا جميعها ضمن قضاء تكريت لاستقبال الطلبة جامعة تكريت هذا الصرح الحضاري الكبير العلمي الكبير على مستوى العراق عادة وافتتحت جامعة تكريت وعادت فيها التدريسات من جديد أعطت حقيقة فتح جامعة تكريت زخم أكثر وأقوى رغم التحديات التي كانت في حينها حول أعطاء القرار حول بداية العام الدراسي تكون في تكريت أو أن تكون في المكان السابق في كاركوك كان القرار حقيقة صائب وجريء من قبل القيادات الأمنية وإدارة المحافظة ورئاسة الجامعة في أن تعود الجامعة وتستقبل الطلبة وأكرر وأقول تستقبل الطلبة بصورة مريحة وليس بصورة إجبارية حيث كان هناك مرونة في مجال استضافة الطلبة في جامعات أخرى وبالتالي حققنا شيئين مهمين في أن تفتح الجامعة وأن تعمل وتعود التدريسات فيها بشكل طبيعي وفي أن نضمن سلامة الطلبة فيما يخص في المناطق البعيدة كل هذا وذاك حقيقة أشياء يشار لها بالبنان خلال الفترة الماضية تضافر الجميع تضافر القيادات الأمنية مع إدارة المحافظة وإدارة القضاء والدوائر الخدمية أخرج التكريت التي هي بالأصل قبل دخول داعش الأرهابي إليها مدينة كانت تعتبر مدينة مثالية مدينة ينظر إليها من كل المحافظات القريبة على أنها مدينة مهمة مدينة كانت تستقطب الجميع كان يعيش فيها الجميع من مختلف المكونات ومن مختلف المحافظات ومن مختلف الشرائح إذن دكتور عمر أتمنى أنه تبقى معنا إن شاء الله حتى نكمل التقرير ونرجع حتى نخلي أهم المشاكل التي نحاول سوية نجعلها أمام أنظاركم إن شاء الله إذن خلونا نروح لكم نشوف أعزائي المشاهدين بقية أو نكمل التقرير وراجعين مرة ثانية إذن أعزائي المشاهدين حقيقة هذا شكر موصول إلى زملائي سعدة الدوري وزميلي أحمد نظير حقيقة تعاون كبير معي في سبيل إحنا الحقيقة صورنا أكثر من تقريبا أربعة أيام لعين العلم وهموم الناس دكتور الحقيقة أنا أشكر وجودك مرة ثانية معي حقيقة الوقت داركنا الآن فقط سؤالي سؤال واحد طبعا الآن بدأت المدينة بشكل عام يعني بعض الأمور السلبية وأنا ذكرتها الحقيقة اليوم معك يعني مسألة التعاون أنا ذكرتها إن شاء الله الخميس رح يشوفها أيضا بالتقرير يعني حقيقة ناشدت المحافظات المجاورة محافظات الجنوب الأخوان في كل مكان أن يبعثونا آليات الآن يعني فقط مسألة النفايات داخل المدينة والذباب الموجود وأتمنى يعني هناك الكادر الصحي وأكيد يعني أنت دكتور وتعرف هذه الأمور المسألة الثانية هل هناك إن شاء الله أكو تعاون من قبل اليوئن حقيقة أكو كثير من البنى التحتية للمدينة مثلا بعض الدوائر ساعة تكريت كيف تتحدث على هذه الأمور الساد وليد لا أخفيك سر أن التخصيصات عموما لصلاح الدين على مستوى ميزانية تنمية الأقاليم تكاد تكون متوقفة بالنسبة لعام 2015 نعم يضاف إلى ذلك تخصيصات الوزارات للدوائر الخدمية أيضا يعني تخصيصات شحيحة على سبيل المثال قضاء تكريت قبل دخول داعش الإرهابي كان عدد عمال النظافة اللي يعملون بإجور يومية في بلدية تكريت كان لهم تقريبا 300 عامل مع مجموعة من الآليات التخصصية الخدمية التي تعمل معهم كانوا يعملون في تلك الفترة نستطيع أن نقول منجزين عملهم خلال الفترة الماضية الآن متوفر بأرقام تقريبا بحوالي 10% يعني إذا كانوا 300 عامل الآن العاملين حوالي 30 عامل مع بعض الضغوطات اللي كانت باتجاه زيارة العدد الآن العدد وصل إلى 70 عامل عمال اللي يعملون في مجال الحدائق وكمزارعين داخل المدينة ضمن بلدية تكريت كان العدد 100 الآن العدد لا يتجاوز 10 فبالتالي شحة التخصيصات مشكلة كبيرة لدينا في صلاح الدين فيما يخص القطاع الخدمي وبالتالي يعيقنا ويعيق الدوائر الخدمية في تقديم الخدمات المناسبة للعوائل العائدة نحن نعمل بما موجود آليات البلدية حقيقة أعدادها قليلة جدا الآن لا تكاد تذكر ما موجود هي الآن حقيقة أعداد قليلة كما أشرت لا تستطيع أن تغطي حاجة المدينة في الأعمال البلدية خصوصا إذا ما أخذنا بنرضى الاعتبار أن هذه العوائل وهذه الدور السكنية لديها مخرجات يعني مخرجات يومية وبالتالي هذه المخرجات بحاجة إلى إزالة يضاف إلى ذلك أن هناك كثير من الدور المهدمة كثير من أعمال الترميم كثير من أعمال الصيانة التي حصلت داخل المدينة أيضا تحتاج إلى مبالغ عموما نقول هناك حاجة حقيقة ماسة لزيادة التخصيصات خصوصا بما أخذنا بنظر الاعتبار أنها مناطق محررة حديثا تحتاج إلى دعم ساهمت معنا بعض المحافظات جزاهم الله خير خصوصا محافظة الناصرية ومحافظة البصرة والكود في إمدادنا خلال الفترة الماضية بآليات استعارة إلى بلدية تكريت بقى لدينا قرابة الستة أشهر تعمل معنا حقيقة شيء مهم أيضا المجتمع الدولي كان له مساهمات أيضا معنا كمناطق محررة وكقضاء تكريت من خلال عدة مشاريع نسمح الوقت أن نذكرها حقيقة قسم منها مشاريع لعادة تأهيل الخدمات الضرورية المتعلقة بمشاريع الماء ودوائر المجاري وشبكة التيار الكهربائي وفي بعض الأحيان قضايا متعلقة بالبلدية دكتور إذا تسمح لي دكتور أنا حقيقة وقت انتهى وما أريد تذكرها لأننا اتفقنا سوية نتجول في مدينة تكريت إن شاء الله حتى نذكرها كل التفاصيل بإذنه طبعا أنا أشكرك وأتمنى لكم الموفقية وأشكر كل الجهود ابتداء من حضرتك لكل الأخوة الساهمهم في إعادة بناء المدينة أنا أشكرك وإن شاء الله الموفقية لكم شكرا جزيلا شكرا الأستاذ دكتور طارق عمر الشنداح قائم مقام قباء تكريتين